بسم الله الرحمن الرحيم وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم صدق الله العظيم في الوقت الذي ندعو فيه إلى التماسك والثبات ورص الصفوف وتفويت الفرصة على أعداء العراق المتربصين للنيل من وحدتنا نراقب بامتعاض بعض التحركات المشبوهة عند مداخل محافظتنا الشرقية من بعض الفصائل المسلحة بوصفها تحركات غير مقبولة تدعو للشك والريبة كونها لم تأتي بالتنسيق مع قيادة العمليات الأنبار المسؤولة عن ذلك القاطع في الوقت الذي ندعو فيه القيادة العامة للقوات المسلحة إلى التحقيق العاجل عن أسباب تلك التحركات نحن شيوخ ووجهاء العشائر وعلماء الدين في الأنبار ندين وبشدة هذه التحركات الاستفزازية ولن نسمح بتكرارها مرة أخرى ونؤكد على أن يحترمت جميع السياقات القانونية والأمنية وأن لا يتم السماح لأي جهة مسلحة بالحركة دون موافقة العمليات المشتركة وقيادة العمليات والأجهزة الأمنية حفاظا على الاستقرار الأمني الذي حققته قواتنا الأمنية وحرصا منا على سلامة وأمن مواطنين ندعو الجميع إلى احترام سيادة البلاد من المحسوبين على المؤسسة العسكرية كما وندعو السيد فالح الفياض رئيس هيئة الحجد الشعبي المحترم إلى تحمل مسؤولياته القانونية بضبط تحركات الجهات التابعة له وضمن مسؤولياته ختاما ندعو الله جل في علاه أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته